كما أشار عبد الرشيد طبي وزير العد الحفظة الأختام الجديد إلى استرجاع الموجودات المتحصلة من جرائم الفساد هي بمثابة تحدي آخر ينبغي رفعه واستعمال كل القنوات لاسترجاع الأموال العامة التي أهدرت وعلى استرجاع الموجودات المتحصلة من جرائم الفساد تحديا آخر ينبغي رفعه والعمل من أجله بكل السبل واستعمال كل القنوات لاسترجاع الأموال العامة التي أهدرت في إطار مسعى وطني يهدف إلى لم مقدرات الأمة وخيراتها مثلما وعد بلاجك السيد رئيس الجمهورية كما ستتركز جهودنا أيضا على تحضير كل النصوص القانونية التي تتطلب تكيفها مع التعديل الدستوري الأخير لسيم القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق ويشكي المجس على القضاء وعمله وسيره والقوانين العضوية المتعلقة بعمل محكمة العليا ومجس الدولة واختصاصاتهما دون أن ننسى مدونة أخلاقية المهنة التي من خلالها سيتم إرساء المعايير الأخلاقية والقواعد المهنية التي يجب الإلتزام بها للنأي عن مواطن الشبهات التي قد تنالوا من كرامة مهنة القضاء وهيباتها ترجمة نانسي قنقر